اشتركوا في القناة اربعة اضعاف المتوسط اليومي اذا نظرنا الى اداء السعودي الالماني على مدار 5 جلسات اصبحت التراجعات بقرابة 20% خلال شهر السهم على تراجع ب28.4% بالفعل تراجعات حادة وخلال السنة يبقى مرتفعا ب10% ولكن قلصنا بشكل كبير الارباح في ظل هذه التراجعات تقريبا منذ مطلع السنة اذا نظرنا الى المقارنة مع تاسي خلال سنة مؤشر تاسي مرتفع بحوالي 4% ماذا عن أساسيات السعودي الالماني السعر الى القيمة الدفترية سبع مؤسسات بحثية تتابع السهم اثنتان توصيان بالشراء خمسة توصي بالاحتفاظ وليس هناك أي توصية بالبيع السعر المستهدف على مدار 12 شهر 91 ريال و36 هلالة وهذا أعلى ب43% عن آخر سعر إغلاق للسعودي الألماني نذكر هنا أن الشركة كانت أعطتنا نتائج عمالة في الرابع من أغسطس وحققت نموا في الأرباح بـ 52% إلى 61 مليون ريال بدعم من ارتفاع عداد المرضى وارتفاع استخدام مرافق العيادات الخارجية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية ملفتة إذن هذه التراجعات على السهم اليوم